وانضم إلينا من القاهرة دكتور حامد فارس الكاتب والمختص بالشأن الليبي دكتور الأبعاد السياسية لزيارات المصرية الليبية المتبادلة خاصة زيارة اليوم التي أبدت فيها مصر رفضها لإقامة قواعد أجنبية في ليبيا أهلا بيك يا ستزاهبة وأهلا بكل السادة المشاهدين في البداية مصر بتضع لبن رئيسية في الحفاظ على قوام الدولة الليبية ومحاولة حلحلة الأزمة الليبية في ظل حالة من الانسداد السياسي كانت تعاني منها كافة الأطراف ومصر دائما وأبدا كانت تتهم بأنها تنحازن إلى طرف آخر والآن فتحت مصر زراعيها ما بين الشرق عن طريق المشير خليفة حفتر والجنوب عن طريق وفد يتكوى من 75 شخصية زار القاهرة والآن مصر في الغرب محاولة لملمت الدولة الليبية ومحاولة الحفاظ على استقرار الدولة الليبية وبالتالي مصر لديها رسالة همة بتوجهها إلى الجانب التركي بأنها لن تسمح أبدا بأن تتدخل تركيا تدخلا عسكريا سافرا يؤدي إلى ضمار الدولة الليبية ومحاولة عدم الحفاظ على استقرارها وبالتالي هناك توجهات تركية والوفد المصري اليوم أعطى رسالة قوية لما بين الخير والشر مصر تحارب على الخير وتحاول الحفاظ على بقاء الدولة الليبية كما هي والشر ما بين الجانب التركي وتصرحات وزير دفاعها قلوسي أقار الذي أكد من مرة وقرع طبول الحرب محاولة منه لوقد الخير الذي يحدث ومحاولة منه لتأجيج الصراع داخل الدولة الليبية جاءت الزيارة المصرية لتوئد المحاولات التركية في إفشال المصارات الجارية الآن هذه الزيارة كانت محددة لها قبل أن يأتي خلوسي أقار تم تحديدها عندما زار رئيس المخابرات العامة المصرية إلى بني غازي وتم تحديد هذه الزيارة في هذا التوقيت وبالتالي هي معلومة لدى الجانب التركي وعندما علم الجانب التركي بأن هناك زيارة ما بين الجانب المصري أو الوفد المصري وما بين حكومة الوفاق أراد أن يهدد وأراد أن يدفع المصار العسكري والسياسي إلى الضمار والخراف في ليبيا وبالتالي حارب وبقوة إلى أن لا تكون هناك اتفاق بين الأطراف الليبيين عن طريق مصر ومحاولة وقد الفتنة مصر تسعى إلى استقرار المنطقة وعدم إقامة طواعد عسكرية والآن تصريحات المجلس الرئاسي التي ذكرتها في تقريرات مستذهبة يؤكد على أن هناك بيئة خصبة لحلحلة الأزمة الليبية ومحاولة أن تكون مصر لاعب رئيسي وأساسي بين كافة الفرقاء الليبيين يعني تلقف العديد من المسؤولين في الغرب الليبي وجهة النظر المصرية بشكل إيجابي هل نحن بصدد إذن اختراق مصري للعلاقات التركية والغربية أو الغرب الليبي والمتمثلة في حكومة الوفاق ودعم كل منهما للآخر بالفعل نجحت القاهرة في هذا الخرق وهناك تنصيق كبير الآن ما بين المجلس الرئاسي والقاهرة لتحقيق توافق والآن على المجلس الرئاسي أن يتمسك بهذه الفرصة وأن يضع مصلحة ليبيا العليا فوق كل اعتبار وأن يكون هناك تنصيق ما بين الغرب والشرق والجنوب ومحاولة الحفاظ على استقرار الدولة الليبية والقاهرة تسعى في ذلك ووضعت لبنة قوية ووضعت أسس حقيقية لتحقيق هذا التوافق وظني وتقديري أن الأيام القادمة سوف يكون هناك تقارب ما بين الجنوب والشرق والغرب لتحقيق توافق على الحفاظ على استقرار الدولة الليبية وعدم إقامة قواعد عسكرية والسعي وبقوة إلى إخراج المرتزقة من المشهد وبالتالي الأزمة في ليبيا الآن في ملعب المجلس الرئاسي وما بين الجنوب الجيش الوطني الليبي والمستشار القيلة صالح لا بد أن تضع الأطراف يديها وتضع مبادرة القاهرة في الاعتبار على حالة الأزمة الليبية في ظل حالة من الانسداد السياسي استمرت على مدار عشرة أعوام سابقة طيب يعني التقدم الذي نلحظه الآن بالجهود المصرية فيما يتعلق باللجنة العسكرية 5 زائد 5 شهدنا تبادل الأسرة وغيرها من التقدم في الأيام السابقة الآن بقي المرتزقة وتفكيك السلاح الخاص بالميليشيات هل يمكن أن تنخرط حكومة الوفاق في هذه الخطوة سيد حامد في ظل الضغوط التركية؟ في ظن وفي تقديري أستاذ هيبة أن تركيا لا ترغف في هذا البند تحديدا لأن هذا البند إذا نجحت فيه التوافق وإخراج المرتزقة فإن الأزمة الليبية بروماتيا قد حلت لأن الأزمة الليبية في المقام الأول هي أزمة أمنية وإذا نجحت القاهرة في الاتفاق مع المجلس الرئاسي والجيش الوطني الليبي والمستشار عقيلة صالح الأطراف الفاعلة على الأرض في المشهد السياسي الليبي في أن يتم الاتفاق على إخراج المرتزقة من المشهد الليبي فإننا سوف نكون قد تم حل الأزمة الليبية بنسبة 90% والآن نتجه إلى المسارات السياسية والأخرى الاقتصادية لتحقيق توافق في كافة المسارات التي تم التوافق عليها في مؤتمر برلين ولكن أؤكد على أن هناك نوايا خبيثة من الجانب التركي لن يكون هناك نية صادقة لخروج المرتزقة وعدم تحقيق الاستقرار في ليبيا بل السعي إلى تأجيج الصراع وزيادته مرة أخرى لذلك على حكومة الوفاق أن تخرج من عباءة تركيا ومن عباءة جماعة الإخوان الإرهابية وتكون ليبيا هي المقام الأول لدى المواطن الليبي والمحافظة على استقرار وبقاء الدولة الليبية كما هي شكرا جزيلا لك من القاهرة كنت معنا دكتور حامد فارس الكاتب المختص في الشأن الليبي اشتركوا في القناة